لكل اللي نجحوا بالتوجيه ألف مبروك واللي ما نجحوا كمان انتو تنين عندكم فرصة تلتحقوا بي اس اي لأنه هناك دراسات في دراسات ديبلوم وبكالوريوس بتأخذ اللي ناجحين بالتوجيه أو حتى لو توجيه راسب خلينا نحكي أكتر عن التحصصات الموجودة بي اس اي مع ضيفنا زيد ديب أخصائي المدير الإرشاد المهني في اس اي أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم صباح الخير صباح الخير بداية نحكي عن التخصصات الموجودة اليوم بي اس اي وليه اس اي بهاي تخصصات ان سبسيفيك هي مميزة عن غيرها هلا إذا صباح الخير وقشي ساعد صباحكم إذا تسمحوا لي بس أحكي بي في صغيرة عن اس اي نفسها هي اس اي هي انترناشنال انستوت مختصة في الكرياتيب ميديا بشكل عام خلينا نحكي أو وسائل الإعلام الإبداعية هي بدأت في سيدني في أستراليا بسنة الفتسامية ستو سبعين فتتحت في عمان بسنة الفين وسبعة وكانت هي قسم وسائل الإعلام الإبداعية لكلية لومنص الجامعية اس اي نحنا كل تخصصاتنا وكل برامجنا متعلقة بالميديا الإبداعية بشكل عام نقدم أربع تخصصات أساسية عندنا في الكلية الجامعية نقدم صناعة أفلام فنون إنتاج الصوت الرسوم المتحركة وتصميم الميديا الرقمية هذول باسيك لأول التخصصات الأساسية اللي نحنا منقدمهم طبعا منقدمهم بمسارات مختلفة مثل ما تفضلت قبل شوية رانية في مسارات البكالوريوس على سبيل المثال اللي هو بكالوريوس معتم التعليم عالي أردني وين الطالب هون نجح توجيه وكان معدر فوق الستين وفيه ديبلوم الجامع المتوسط اللي هو ناجح توجيهي بمسار الكلية وطبعا فيه ديبلوم الفني والتدريبي اللي هو بدنا نحكي إنهم دورات تدريبية بتأهل الطالب لحتى يفوت سوق العمل ويشتغل فيه المجال اللي هو اختاره أوكي يعني اللي بده ياخد باكالوريوس بأحد التخصصات اللي تفضلت فيها بيروق بيقدر لازم يكون ناجح وأيضا فيه ديبلوم اللي بيقدر بعده يجسر يجسر نعم وفيه ديبلوم تدريبي سميته ديبلوم تدريبي نعم شو هذا؟ هو زي دورة تدريبية بتكون مدتها سنتين بالأغلب لجميع التخصصات هذا حتى لو راسب توجيهي؟ هذا حتى لو راسب توجيهي بس أكيد اللي راسب التوجيهي ما بيكون بداخل يعني بيكون منفصلين عن بعض الدورة مختلفة كليا عن الباكالوريوس والديبلوم الجامعي المتوسط لكل مسار إلو متطلبات وخلينا نحكي وإلو قوانين من التعليم العالي الأردني لازم نلتزم فيها الديبلوم التدريبي لازم يكون عنده بالأساس شهادة جامعية أو لا؟ الديبلوم التدريبي هي عبارة عن دورة ممكن أي حدا مبتدئ حتى ومهتم بهذه المجالات وعنده شغف بمجالاتنا أنه يبلش من الصفر يعني حتى ممكن يكون إذا فيه حدا مهتم أصلا في هاي الدراسة بعيدا عنها شو اللي يميز أسايي؟ نحن نعرف أن أسايي هي كلية مختصة في الإعلام وهاي الأشياء لكن ثلين أقول أنه ممكن واحد يقول لك أنه ليش أدرس في الميكينج طب ما أخذ كورس أونلاين من أكاديمي لفلانية مثلا وأنا أتعلم ليه أنت بتدعو الناس وتقول لهم لأ تعالوا أسايي خدوا شهادات وقضوا ثلاثة واربع سنين عننا بالجامعة مش بس تاخذوا الموضوع هيك يعني بطريقة عادية شوفوا هلا سايي ايش بميزها أول إشي أرد على أول جواب فيها أول إشي بميزها طلابها سايي مجموعة الطلاب الموجودين عندنا كلياتهم عندهم شغف كتير كبير وحب كتير كبير للي عم بيعملوه ليه تختار تخصصات سايي تخصصات سايي هي تخصصات غير تقلدي بكل صراحة خلينا نكون نحكي يعني إذا بتلاحظي أغلب الأهل بيحاولوا أنه يضغطوا على الطالب بأنه يدرس في إياه إما الطب أو الهندسة مع أنه هلا إذا بتلاحظي كل المختصين في المجالات التعليم ومجالات التوظيف عم بيدعو اليوم طلاب التوجيهي أنه يتحولوا أو يتوجهوا للتخصصات خلينا نسميها الفنية اللي بتكون تقنية واللي يميز السايي كمان أنه جميع تخصصاتنا هي تخصصات عملية عملية تدريس الطالب الطالب من أول يوم بدخل فيه على الجامعة بيكون بيشتغل على البرامج والسوفتوير والأكوبمنت اللي منوفرها اللي هي نفسها موجودة في سوق العمل بميز السايي كمان أنها الفاسيليتيز والستوديوز الموجودة عنا بعض منها مش موجود بالشغل أوسط كامل موكت ساندرد إكوبمنت الطالب من أول يوم بيفوت وهو يكون بيشتغل بإيده وإمكانية أن الطالب يدرس أثناء دراسته وحتى كمان نحكيها للشطرين منهم يطلع إنكم وهو عم بيدرس وينزل البروداكشنز بالفيلميكينج مثلا أو بالأوديو أو حتى بالميديا جدا فرصتهم عالية تكون طيب خليني أرجع للتخصصات اللي بتقدموها وأدي مطلوبة بسوق العمل شوفي الأربع تخصصات كانوا مدرجين ومازالوا مدرجين على موقع التعليم العالي الأردني في التخصصات الأكثر طلبا محليا أو عالميا خليها نحكي بصراحة كل البيزنس اندوستري وخاصة مع آخر فترة مع الكوفيد-19 والكورنتين اللي كلنا قاعدنا ببيوتنا كتير ناس وقفوا يروحوا ع دوامهم كتير ناس وقفوا شغلهم وقاعدوا ببيوتهم وكل عملية التسويق بالعالم كلياته تحولت للتسويق الرقمي اللي هي بتكون عن طريق السوشال ميديا أو الديجيال بلاتفوم بشكل عام وانت لحثت صوقي لشركتك أو لأي شركة بالعالم على الديجيال ميديا بدك كونتنت بدك صور بدك فيديوز بدك حد يعدلك هاي الصور والفيديوز ففعليا أي حد شغال بالكوريتيف ميديو اندوستري بالعكس بدل ما انه يوعد بالبيت وما يشتغل زادت كمية الشغل عنده كان فيه طلب كتير كبير على الخدمات اللي بقدموها الخارجين والطلاب في هاي التخصصات امترح يفتح باب التسجيل فتح باب التسجيل باب التسجيل فتح قدردي وانت رح يبلش الدوام وكيف شكل الدوام هلأ مع كوفيد فتح باب التسجيل من اسبوعين تقريبا كنا نحن فتحين باب التسجيل اليوم الناس كتير متسأل خاصة مع لما اطلعت نتائج التوجيهي كتير من الناس عم بيحبوا يشوفوا يستكشف التخصصات الجديدة هاي كيف تعمل مع كوفيد سؤال كتير حلو بصراحة لأنه كوفيد أثرت على عملية التعليم كاملة وغيرت كثير بعمليات بعملية التعليم مش بس عنا بكل مكان الانلاين ديوكيشن هو كان أحد استراتيجيات لومينوس من ثلاث سنوات ونحن نشغلين عليه ونحن كنا من أوائل الناس إذا مش أول ناس كنا جاهزين لهاي المرحلة ما احد كان متوقع كوفيد ولا كان حدا متوقع أنه نوعد ببيوتنا بس نحن كنا جاهزين لنواكب التكنولوجيا ونواكب الطلب بالمستقبل في عملية التعليم كنا جاهزين كليا من قبل ما يصير اللوكداون والطلاب عندنا كان يأخذوا أونلاين وبلندد لرننج هلأ نحن نشغلين يعني في عندك محاضرات عم تنعطوا أونلاين محاضرات النظرية أما العملية فعم بيجو الطلاب على الجامعة بس مع الأخذ بعين الاعتبار التباعد الاجتماعي أش يعني في عنا كلاس على سبيل المثال عم بتوزع فيه الطلاب بصفين والأستاذ بيكون شايف الصفين على الكاميرا تبعته وهم بيشتغلوا على البرامج على الإكوب من تبعتهم في نفس الوقت طيب هلأ بكوفيد ناينتين كمان نفس الشي العام الدراسي بدي يكون زي ما عملتوا بنهاية الفصل الثاني مش كله الحيكون بلندد لرننج الالفصل الثاني كان كاملا أونلاين هلأ الفصل الجاي هلأ رح يكون بلندد بلندد رح يكون يعني في بعض المواد الطالب رح يأخذها من بيته في بعض المواد أخرى العملية منها لأنه في عنا استوديوهات لازم يشتغل عليها الطالب في مكسز في كتير شغلات لازم يشتغل عليها الطالب بإيده لح يجي الطالب على جامعة دون هلأ أدي نسبة اللي تخرجوا من اس اي بهاي التخصصات عم بيشتغلوا هلأ بسوق العمل ما عندي نسبة دقيقة وحدة بس أنا بحكي أنا بضمن لك أنه إذا الطلاب اللي عم بيدرسوا حاليا أغلبهم عم بيشتغلوا حاليا يعني في عندي طلاب سنة أولى لسه صناعة أفلام بكون نازل 12-13 نسبة اللي عم بيشتغلوا حاليا ناس بشتغلوا حاليا بهاي الاندوستري ما وصلوا هذا الرقم ومش يعني المعملية مش مجانية الطالب هاد لما ينزل عم بياخد بالمقابل راتب راتب تعرف ممكن اللي بيميز كمان هاي التخصصات الإعلام الرقمي أنه بيقدر يشتغلوا مع ناس بره لأردن بيقدر يشتغلوا من مكان يعني هذا الحلو فيه يقدر يشتغلوا من مكان فيه كتير ويب سايتز زي فيلانس وغيرها كتير من المواقع أنه إنت بالأردن ممكن شخص بأميركا أو شركة بأميركا طالبة ديزاين معين ينزل على هاد الويب سايت ويشتغلها الطالب من هو بالأردن نعم صح اللي تفضل طب هلأ الهيئة التدريسية بتساعده إذا هو مثلا طبيعة هذا التخصص التخصصات إنه دائما تلاقي مثلا أنا لو بدي شغلي عن جد بدور على الشباب اللي عم بتعلموا اللي عندهم الشغف بحب مثلا أعطيه سوي شي من هذا الشغل بكونوا مآمنة إنه من قلبه عم بدروس هلأ أنتو كهيئة تدريسية أو الهيئة التدريسية الموجودة بتساعدوا الطلاب بأعمالهم الجانبين من أول يوم بدخل فيه الطالب أوردي نظام التدريس عندنا شوي مختلف عن باقي المؤسسات التعليمية من أول يوم بيبدأ فيه الطالب بكون أوردي عم بشتغل على البرامج يعني الموضوع مونظري ممكن تصل أبتو سبعين بالمئة من دراسة الطالب عملية كامل كامل وعننا هيئة تدريسية عندها خبرة أكاديمية طويلة وخبرة في مجال العمل نفسه صعب كتير إنك تجيبي حدا بس أكاديمي لحتى أقدم هاي المواد ولهيك بأي وقت نحن عنا هيئة تدريسية جدا خلينا نحكي قريبة من طلابها بتساعد طلابها سواء في موادهم تدريسية أو بأي شغل هلأ نحن بدأ نحضر فيديو سكتش من إنتاج أظن طلاب أسائي صح؟ أسائي؟ أوكي فخلينا نشوف هاد السكتش بعدين نجع بنحكي عن آلية التسجيل أصلا بجامعة أسائي خلينا نطابع واللهي أنا وأبوها حابين أنها تدرس هندسة هندسة؟ أنا ما بدي أدرس هندسة هاي العدة خصوصي اشترتها الهندسة شايفي أبراج وعمارات عمان هي كلهم رح تعملهم حتى أبراج كمان هي رح تكملهم بكفي يختاروني شو أدرس أنا حابة أدرس أنيميشن بدي أرسم شخصيات 3D وأحركهم دراسة الأنيميشن ممتعة وفيها فن سجل الآن بتخصص الرسوم المتحركة في أسائي قسم وسائل آلام الإبداعية في كلية لومينوس أو سجل بأحدى التخصصات التالية محمصيني راح أشوف البنت وأنا العمرات والأبراج مو شايفيتهم دولستو كلاي هدا شغل أحد خرجينكو؟ شغل أحد خرجينكو بالتعاون مع عدد كبير من الطلاب اللي موجودين حالياً وطلاب يعني بعدهم بدرسوه أليئت التسجيل هلأ كيف؟ أليئت التسجيل شوفي مرحلة التوجيه لما تطمع نتائج سترس كبير على الطالب وكل حدا بيشوفه بحياته جاره بيحكيله أهله بيضغطه عليه رايبه صحابه أليئت التسجيل عندنا كثير بسيطة بيقدر بأي وقت الطالب يحجز موعد عندنا مع أحد المرشدين الأكاديميين الموجودين بالكلية عندنا جدا كفؤين أنهم يساعدوا الطالب يفرجوا فرص العمل لكل تخصص يفرجوا إمتيازات كل تخصص ونفس الوقت كمان يساعدوا في اختيار التخصص المناسب بالآخر ضروري جدا الطالب يدرس اللي يحبه ما رح يبدأ أي شخص بعمله إلا إذا كان فعلا بيحب هذا العمل كثير من شجع على اختيار التخصص المطلوب في سوق العمل حاليا ويكون الطالب نفسه حابب وعنده شغف بهذا المجال نعم رائع نشكراك زيد ديب مدير الإرشاد المهني بأسائية ونتمنى لكم النجاح وشكراً لأنه أنتو عم بتيحوا فرصة لكل الشباب والصبايا اللي عندهم شغف بالعمل الإعلامي وخصوصاً إنه فيه ديبلوم للي مش ناجحين بالتوجيه شكراً جزيلاً لكم وكتير مبسوط بوجودي معكم اليوم ويعطيكم ألبها ويقدروا يروحوا على الويب سايت www.saejordan.com وطبعاً فيسبوك بيج فيسبوك بيج وإنستغرام بيج طبعاً كتير أكتف نحن على السوشال ميديا يعني لو يعملوا لنا فالو أو لايك كمان سيشوفوا شغلات إن شاء الله تكون شكراً زيد شكراً لكم